تستطلع دار الأفتاء المصرية بالأسفة الدكتور شوقي علامة في الجمهورية مساء اليوم هلال شهر شوال عام 1445 هجريا لتحديد أول أيام عيد الفطر المبارك وتعلن دار الأفتاء نتيجة الرؤية من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد المغرب بنصف ساعة تقريبا مؤكدة أنها المنوطة والمصدر الوحيد لعلان نتيجة رؤية الهلال